احتفلت رعية العائلة المقدسة في رامالله واتحاد راهبات الأرض المقدسة في اليوم العالمي للمريض بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران بولوس ماركوتسو النائب البطرياركي للاتين في القدس وفلسطين بمشاركة عددا من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات وجمع غفير من المؤمنين والمرضى وفي عظته ذكر سيادة المطران أهمية العناية في المرضى وزيارتهم والاهتمام بآلامهم وقال إن المريضة والمستشفى والممرضين وجميع مراكز عناية بالمريض تخلق روحا من الأخوة والتضامن بين جميع أفراد العائلة والعملين في هذه المراكز وبعد إعلان الإيمان وعلى وقع أنغام ترتيلة حنانك يا رب الأكوان حصل عدد من كبار السن على سر مسحة المرضى بالزيت المقدس